هذا السؤال الذي جاءنا من الأردن من أخت فاضلة اتصلت على إخواننا في القناة واستحلفتهم بالله أن أجيب الليلة على سؤالها ويتقول بأنها تركت ابن من أبنائها لأختي زوجها لأختي زوجها فنسبته أخت زوجها لزوجها لأنها كانت لا تنجب وكان الرجل سيطلقها بسبب عدم الإنجاب فأعطتها ابن من أبنائها وهو على سفر ثم قالت له بأن هذا ولدك ولا حول لا قتل بلا بدون علمه وقد وصل الولد الآن إلى المرحلة الابتدائية وتابت هذه المرأة إلى الله عز وجل ثم مات زوجها الذي هو الوالد الحقيقي لهذا الابن لهذا الولد فماذا تصنع الآن؟ والجواب لا شك أنها اخطأت خطأ كبير جدا وارتكبت جرما بشعا لأنها أدخلت ولدا أجنبيا لا حق له في المراث ولا حق له في الخلوة بهذه المرأة الأجنبية عنه التي هي الآن تسمى أما له ولا حول ولا قتل إلا بالله اللهم إلا إذا كان هذا الولد قد قدم إلى هذه المرأة وهو طفل رضيع وهو طفل رضيع ثم أرضعته أخت هذه المرأة مثلا إلى غير ذلك لننفي بهذه الجزئية مسألة الخلوة لكن لا ينتفي على الإطلاق حرمة التبني لا تنتفي هذه الحرمة فلا يجوز أن ينسب هذا الولد إطلاقا إلى والد هذه الأخت الزوجة لا يجوز أن ينسب هذا الولد لهذا الرجل لأن الإسلام قد حرم التبني ودعوهم لآبائهم كما قال ربنا تبارك وتعالى وكان الناس قبل ذلك يسمون زيدا زيد بن محمد فنزلت الآية فنسب زيد لأبيه زيد بن حارثة فالتبني في الإسلام حرام لكن ما المخرج على هذه الأخت ابتداء أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تخبر زوجها بالحقيقة وأن تبين له هذا الخطأ هذه الأخت التي تبنت هذا الطفل يجب عليها أن تخبر زوجها بالحقيقة وأن هذا الولد ليس ابنا له ما دامت قد تابت إلى الله وإن صدقت الله صدقاء وعليها بعد ذلك حتى لا يرقى هذا الولد في الشارع مثلا أو في أي مكان آخر إما أن ترد هذا الابن إلى أمه الحقيقية وإما أن تقبل هذه الأخت أن يبقى الولد عندها لكن لا يجوز أن ينسب إلى زوجها لكن لا يجوز أن ينسب إلى زوجها وإنما ينسب إلى أبيه الحقيقي ما دام أبوه الحقيقي معلوما يعني أنا أقول لو كان الولد لا يعرف والده كنت سأقول يسمى بأي اسم ويسجل بأي اسم مثلا يقال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم محمد بن عبد الرحمن بن عبد السميع مثلا لكن ما دام والد هذا الوالد معروفا فليجوز أن ينسب الولد إلى غير والده وعلى الأخت أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل وإن صدقت الله صدقها ولا نبغي أن تؤجل التوبة خشية أن تتعرض لشيء ما أو لضرر ما من قبل زوجها ما عليها إلا أن تعلن ما دام قد تابت إلى الله واستيقظ ضميرها بعد هذه السنوات الطويلة لأن الولد قد وصل إلى المرحلة الابتدائية ما دام قد أيقظ الله عز وجل ضميرها وأعلنت التوبة والأوبة فلتستغفر الله ولتخبر زوجها بالحقيقة ولينسب هذا الولد من جديد إلى والده الحقيقي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطرنا ويكون في الدنيا الآخرة وأن يردنا وأن يرد بيوتنا إلى القرآن والسنة الصحيحة ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه